بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الرئيس السيسي يؤكد أن سيناء تشهد جهوداً غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة مع تواصل البحث عن جثامين الشهداء في المقابر الجماعية الدفاع المدني بغزة يعلن انتشال 392 جثة من مجمع ناصر الطبية ومع استمرار المعارك في قطاع غزة قوات الاحتلال تسحب لواء نحال من موقعه بوسط القطاع وتزعم أن لواءين آخرين سيحلان محله التسعى مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت الجريد نشر أخبارية مفصلة تأتيكم على تلفزيون المصري أهلاً بكم اليوم مصر تحتفل بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء تلك الأرض التي تحررت بالحرب والديبلوماسية والتي ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وجيشها بالتزامن مع تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها نجحت الدولة في خلق واقع متميز وملموس على أرض الفيروز بعد أن عكفت على إدماجها في قلب عملية التنمية الشاملة على الأصعدة كفا خلال عقد من الزمن أن قصة كفاح المصريين من أجل سيناد هي ملحمة بطولة وفداء وجلد وتضحية وإسرار لا يليم على حفظ حقوق هذا الوطن العظيم وعدم التفريط في شبر واحد منه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن سيناء لطالما كانت موضعاً للاستهداف والعدوان وفي كلمة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء أشار الرئيس السيسي إلى نجاح شعب مصر العظيم وفي طليعته القوات المسلحة الباسلة في حماية وصون سيناء أتحدث إليكم اليوم في ذكرى يوم من أيام مصر المجيدة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة تلك البقعة الغالية من أرض مصر المقدسة التي طالما كانت موضعاً للاستهداف والعدوان وطالما نجاح شعب مصر العظيم وفي طليعته القوات المسلحة الباسلة في حمايتها وصونها والحفاظ عليها جزءاً لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر شعب مصر الكريم إن قصة كفاح المصرين من أجل سيناء هي ملحمة بطولة وفداء وجلد وتضحية وإسرار لا يليم على حفظ حقوق هذا الوطن العظيم وعدم التفريط في شبر واحد منه ومنهج طالما شكل الأسس الراسخة للوطنية المصرية والمحددات الرئيسية للأمن القومي شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن سيناء التي تحررت بالحرب والديبلوماسية ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تعرضت خلال السنوات الماضية لاختبار جديد استهدف سيناء فخاضت البلاد حربا شارسة ضد قوى الإرهاب والشر إن سيناء التي تحررت بالحرب والديبلوماسية ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها ورمزا خالدا على صلابة الشعب المصري في دحر المعتدين والغزاة على مر العصور وعلى مدار السنوات الماضية تعرضت مصر لاختبار جديد استهدف سيناء وخضنا حربا شارسة ضد قوى الإرهاب والشر التي ظنت واهمة أن بمقدور عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمتنا ولكن تحتم الشر على حصون الخير والشرف وقدم الشعب شهداء أبرار من أبنائه الكرام في القوات المسلحة والشرطة المدنية ليدفعوا بدمائهم الغالية ثمن حماية سيناء بل ومصر كلها من الإرهاب والتطرف أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن ما تمثله تنمية سيناء من واجب وطني مقدس مشيرا إلى ما تشهده سيناء من جهود غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة كما توجه الرئيس السيسي بالتحية والاحترام لمن كانت تضحياتهم سببا في بقاء وصمود هذا الوطن وكما كانت الحرب من أجل تحرير سيناء واجبا وطنيا مقدسا وكذلك كانت الحرب من أجل تطهيرها من الإرهاب فإن تنمية سيناء وتعميرها هو واجب وطني مقدس أيضا واليوم تشهد سيناء جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في الصحة والتعليم والبنية الأساسية وجميع مقومات العمران والصناعة والزرعة في إطار مشروع قومي ضخم يستحق أن يقدم المصريون التضحيات اللازمة من أجل تنفيذي حماية وصونا لأمن وسلامة الوطن كله شعب مصر العظيم لا يوجد في الختام ما هو أشرف من تقديم التحية والاحترام لمن كانت تضحياتهم سببا في بقاء وسمود هذا الوطن وكانت دماؤهم الزكية نهرا ارتوت منه رمال سيناء حتى تم تحريرها ثم تطهيرها من الإرهاب تحية عزاز وتقدير لشهداء مصر الأبرار ذو الكرم والفداء واصحاب المرؤة والبطولة ورمز الكرامة والتضحية أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن التطورات التي شهدها الإقليم والحرب الإسرائيلية على قطع غزة قابلها موقف مصري واضح منذ اللحظة الأولى برفض تام لتهجير الفلسطينيين من أراضهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وأضاف رئيس السيسي أن مصر تحرص على العمل في إطار ثوابتها الراسخة لإرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة كذلك فإن التطورات التي شهدها الإقليم خلال الشهور الماضية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والموقف المصري الواضح منذ اللحظة الأولى الرافض تماما لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي وكذلك موقفنا الثابت بالإسرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروع كل هذه تشكل الثوابت الراسقة التي تحرص مصر على العمل في إطارها بهدف أسمى هو إرسال السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة لصالح جميع شعوبها أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يوم تحرير سيناء يعكس قوة الإرادة المصرية وصلبت عزمتنا في استرداد كل شبر من أرضنا وعبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قال الرئيس السيسي إننا اليوم نتذكر تضحية شهدائنا الأبرار وبطولات جنودنا البواسل الذين أعادوا للوطن كرامته وسيادته على أرض سيناء الحبيبة وأشار الرئيس السيسي إلى أن تحرير سيناء لم يكن مجرد عودة للأرض بل كان تأكيدا على قدرة هذا الشعب على تحقيق المستحيل والحفاظ على مقدراته داعيا إلى أن تكون هذه الذكرى محطة لتجديد العهد على مواصلة بناء الوطن وتعزيز وحدته والعمل على رفعة شأنه بين الأمم قالت السيدة انتصار السيسي إنه في مثل هذا اليوم عادت ريات مصر خفاقة فوق كل شبر من سيناء جاء ذلك خلال منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد تحرير سيناء حيث وجهت السيدة انتصار السيسي تحية واجبة لكل من ضحى ولكل من خاض أشرف المعارك كي يستعيد الوطن عزته وهيبته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت فعليات اليوم الأول من البطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من أبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وشهد اليوم الأول من البطولة تنافسا كبيرا بين الفرق المشاركة حيث بدأت الفعاليات ببطولة المرحلة السابع للناشئين تحت 14 عامة وذلك ضمن فعاليات حفل الافتتاح تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة انطلقت فعاليات اليوم الأول للبطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من شهر إبريل الجاري شهد اليوم الأول تنافسا كبيرا بين الفرق المشاركة حيث بدأت الفعاليات ببطولة المرحلة السابعة جي سيفن للناشئين تحت 14 سنة والذين يمثلون مستقبل الرياضة الفروسية في مصر وذلك ضمن فعاليات حفل الافتتاح وعلى صعيد مباريات الفرق بالبطولة العربية العسكرية لقفز الحواجز والتي شارك بها تسع دول عربية نجح الفريق المصري في تحقيق المركز الأول فيما جاء الفريق القطري في المركز الثاني والفريق السوري في المركز الثالث كما شهد اليوم الأول إقامة منافسات البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد الرمح على المستوى الفردي والزوجي والفرق والتي شاهدت منافسات قوية بين كافة المشاركين وهو ما أظهرته النتائج التي جاءت متقاربة إلى حد كبير على مستوى ثلاثين فارس من ست دول عربية حيث جاءت مصر في المركز الأول في المنافسات الفرد بنتيجة إحدى وأربعين نقطة ونصف فيما جاءت الأردن بالمركز الثاني بنتيجة إحدى وأربعين نقطة وكان المركز الثالث من نصيب العراق بنتيجة أربعين نقطة وعلى صعيد الفرق استطاع الفريق الأردني الحصول على المركز الأول في المنافسات بنتيجة مئة واثنتين وأربعين نقطة فيما جاء الفريق المصري بالمركز الثاني بنتيجة مئة وأربعين نقطة والمملكة العربية السعودية في المركز الثالث بنتيجة إثنتين وثلاثين نقطة البطولة انطلقت اليوم تحت رعاية فخامة الرئيس الفتاح السيسي وهذا كان طبعا وسام كبير لرياضة التقاط لو تات وللبطولة بشكل عام سواء البطولة العسكرية العربية للفروسية مصر عشرين أربع وعشرين هذا وسام كبير افتتاح منشآت في مستوى عالي جدا بطولتين بطولة قافز وبطولة التقاط شغالين في خط متوازي نبارك مثل ما قلنا الفرق الفائزة وكذلك نبارك الفرق الفائزة في قفز الحواجس ونتمنى التوفيق لبقية الفرق في الأيام القادمة إن شاء الله بشكر جمهورية مصر العربية على الاستضافة الرائعة لهذه البطولة وعلى التنظيم الرائع والحقيقة النجاح هذا نتيجة تعب وتحضير طويل لهذه البطولة بشكر جمهورية مصر العربية قيادة شعبا على هذا التنظيم الجيد للبطولة الحمد لله ربنا وفقنا النهاردة وفق المنتخب حصلنا على المركز الأول ميدالية الزهبية في بطولة الفرق في البطولة العربية العسكرية النسخة الأولى منها وده يعتبر بالنسبة لنا الحمد لله إنجاز كبير وتزامن مع افتتاح نادي الفروسية بالعاصمة الإدارية في المدينة الأولمبية فبالنسبة لنا الحمد لله ده كان يوم مميز جدا وتعد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية صرحا رياضيا عالميا حيث يضم منشآت رياضية وترفيهية وخدمية متكاملة وعلى جاهزية كاملة لاستضافة جميع الفعاليات الرياضية ومن بين تلك المنشآت نادي الفروسية الذي تقام به حاليا البطولة العربية العسكرية للفروسية وسط أجواء تنظيمية توفر للفرسان من مختلف الدول العربية البيئة التنافسية المناسبة العاصمة الإدارية الجديدة هي رؤية طموحة لمستقبل أفضل لمصر تمتزج فيها الأصالة بالمعاصرة حجم إنجاز كبير بدى حلما قبل تسع سنوات لكن إرادة التحدي والبناء حول الحلم إلى حقيقة هي تجسيد لإرادة المصريين في البناء والتنمية ورمز للجمهورية الجديدة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة صرح رياضي عالمي يعبر عن اهتمام مصر بالرياضة وتسخير الإمكانات لإنجاح البطولات العالمية التي تحتضنها المدينة موسيقى تضم منشآت رياضية وترفيهية وخدمية متكاملة هي على تم الاستعداد لاستضافة كافة الفعاليات الرياضية العالمية داخل نادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية توقام فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من الرابع والعشرين حتى السابع والعشرين من أبريل موسيقى يضم نادي الفروسية ملاعب ذات مقاييس عالمية واستبلات لإيواء الخيول موسيقى مع خدمة بيطارية متكاملة موسيقى إضافة إلى التجهيزات التنظيمية التي تضمن نجاح البطولات المقام عليها موسيقى تشهد البطولة أجواء تنظيمية رائعة توفل للفرسام من مختلف الدول العربية البيئة التنافسية في مدينة رياضية متكاملة الخدمات والمرافق مستعدة دائما لاستضافة كافة الفعاليات الرياضية الدولية موسيقى أفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن 476 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذا للقرار الجمهوري بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو موسيقى لأن التوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم أدوات السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 476 نزيلا تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 104 لسنة 2024 في شأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء وقد أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية للمفرج عنهم بمركز الإصلاح والتأهيل 15 مايو عبروا خلالها عن شكرهم لرئيس الجمهورية لقرار العفو أنا بشكر جداً سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو أفرج عنه الواحد مبسوط والحمد لله مش بسدع من الفرح اللي أنا فيها ألف شكر لسيادة الرئيس طبعاً وإحنا بحمد ربنا أن يجالنا للعفو الحمد لله إن أنا قرقت قبل معادي بكتير الحمد لله الحمد والشكر ربنا جاب لأي حاجة وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنني اتفاجهت النسمة في العفو وأطلع لأهلنا على حال وسلامة ونبدأ حياة كريماً تاني والواحد مايعملش خطئة تاني أنا مش مسدق اللي أنا طالع لعيالي والله أنا معايا أولاد وربنا يبركينك يا رب زي ما عمل لنا العفو دون طالعني لأولاد وأتشهد المنظومة العقابية تطوراً كبيراً تزامناً مع إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل ما يتيح الفرصة للمفرق عنهم للانخراط السريع في المجتمع خاصةً مع تطبيق برامج تأهيلية وإصلاحية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان الدولية وما تتيحه هذه المراكز من رعاية اجتماعية ومعيشية وصحية وتعليمية متطورة أول حالك على الانتهاء الشغل موفرة للشغل وموفرة للمرتب أهلي لما كانوا بيجي زيارك الموسطين معاملة كويسة حدامات التبية كانوا بيهتموا بيعلاجنا وبيجيبوهن أنا عاملة عملية في المركز التب مركبة مصمر والعملية نجحت والحمد لله وماشى على رجلياً انطلاق وفرصة للمفرج عنهم لبداية حياة جديدة وسط فرح الذاويهم الذين استقبلوهم خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بقرار العفو الرئاسي الذي أعاد أبناءهم إلى أحضانهم من جديد ألف 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 مليون شكر لك يا ريس على أنك أنت خليك براضل وربنا يخليك لنا وما يحرمناش منك يا رب فرح كل أم وكل أب النهاردة وعيد لفرحة سينة كلها وفرحة مصر كلها وتاح جمهورية مصر العربية مبسوطة طبعاً لأخويا أنه هيطلق أحسن من الأول بكتير وطلع ليه صنعة يعني معا صنعة هيطلع يشتغل بيها هينفع نفسه حاجة كويسة أنا بشكر الرئيس على الفتاة السيسي أنه خرجنا أخونا أعز حاجة عن ديني وبشكره بشكره أوي 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 المناسبات الدينية والوطنية هي فرصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من من تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي للانطلاق نحو حياة جديدة بعد تأهيلهم وإصلاحهم وفقاً لأحدث النظم العقابية التوسع في الإفراج بالعفو واحدة من أهم أدوات السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية وذات بعد إنساني فيتعطي فرصة لنزلاء من من تنطبق عليهم شروط العفو للبداية من جديد بعد أن تم تأهيلهم وإصلاحهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي يراعى فيها أعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان عبدالبركات التلفزيون المصري موسيقى تواصل قوات الاحتلال عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم الثاني بعد المائتين على التوالي تزامناً مع قصف مدفعي وجوي طال منشآت ومنازل فلسطينية وبنى تحتية ومساجد حيث شنت قوات الاحتلال على منازل في بلدة خزاع شرق خان يونس ومدينة رفح بجنوبي القطاع العديد من الغارات فضلاً عن استهداف جسر وادي غزة وسط القطاع كما استهدف الاحتلال منطقة الشاطئ غربية غزة وحي الزيتون بغزة بالإضافة إلى استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية محيطة مسجد البلد القديم وسط دير البلح وسط قطاع غزة في الأثناء أكد الدفاع المدني في القطاع أن تواقمه انتشلت نحو 392 جثة في مجمع ناصر بعد انسحاب الاحتلال مشيراً إلى أن 58% من الجثث لم يتم التعرف عليها وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن انقطاع الإنترنت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة جراء العضوان المستمر في الأثناء أكدت السلطات الصحية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت خمس مجازر خلال ساعات الأربع والعشرين الماضية أسفرت عن استشهاد 43 فلسطينياً وأربعة وستين مصاباً آخرين وأعلنت السلطات الصحية ارتفاع عدد ضحايا العضوان الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 34305 شهداء و77293 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي وإنما لا يزال العديد من الضحايا تحت ركام المنازل المهدمة وفي الطرقات حيث لا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم اتهمت حركة حماس قوات الاحتلال بفرض حصار على جميع مستشفيات قطاع غزة داعية المجتمع والمؤسسات الدولية إلى المسارعة بإدخال مستلزمات المستشفيات من وقود وأدوية وأدوات طبية ونبهت حركة حماس إلى أن مستشفيات القطاع تعاني من نقص حاد في إمدادات الوقود والذي ينذر بانقطاع تام للطيار الكهربائي بما يهدد حياة الآلاف من المرضى والجرحة وانتقدت الحركة الصمت الدولية أمام جريمة الاحتلال في قطاع غزة يأتي ذلك بعد أن حذرت السلطات الصحية في القطاع من قرب توقف مولدات الكهرباء الخاصة بالمستشفيات نتيجة لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة استيفان دوجريك أن فريقا تابعا للمنظمة الدولية في قطاع غزة تعرض لإطلاق نار خلال تواجده بالقطاع وأوضح دوجريك أن الفريق الدولي الذي كان يتفقد موقع رصيف البحري ومنطقة انطلاق عمليات المساعدات البحرية واضطر إلى البحث عن مأوى لبعض الوقت بعدما تعرضت المنطقة لإطلاق نار مشيرا إلى قذيفتين سقطتا على بعد حوالي أثمتر من الفريق دون وقوع إصابت تواصل الفصائل الفلسطينية خوض معارك مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة حيث أعلنت حركة حماس أنها تمكنت من استهداف موقع مستحدث للمراقبة والتجسس شرق جحر الديك وسط قطاع غزة بقذائف الهاون كما أعلنت الفصائل تمكنها من قصف حشود لأليات قوات الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع فضلا عن قصف مقر قيادة فرقة غزة في مستطنة رعيم برشقة صاروخية في المقابل أعلن الاحتلال الإسرائيلي إصابة 11 عسكريا من قواته في معارك مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية وهو ما يرفع عدد مصابي قوات الاحتلال إلى 335 ضباط وجنود منذ 7 أكتوبر الماضي أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن سحب مزيد من قواتها ووحداتها العسكرية من قطاع غزة بعد قرابة 7 أشهر على الحرب التدميرية في القطاع وأوردت إذاعة جيش الاحتلال أن لواء ناحال قد دم سحبه من وسط قطاع غزة زاعمة أنه سيحل مكانه اللواءان الاحتياطيان 62-679 بقيادة الفرقة 99 وكانت قوات الاحتلال قد سحبت عددا من الفرق العسكرية خلال الفترة الماضية كان آخرها صحب جميع قواتها البرية وألياتها من جنوب القطاع ترجمة نانسي قنقر التاسعة مستمرة وتتابعون فيها معبر رفح واصل فتح أبوابه لدعم أهالي قطاع غزة ومسؤولة أممية تثني على مواقف مصر وتتهم سلطات الاحتلال بوضع العراقيل أمام دخول المساعدات ترجمة نانسي قنقر أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز عن شكرها لمصر على تسهيل زيارتها إلى معبر رفح مؤكدة أن المعبر مفتوح من الجانب المصري وخلال مؤتمر صحفي شددت المقررة الأممية الخاصة على أهمية زيادة كميات المساعدات التي يتم إدخالها للمدنيين في قطاع غزة أشكر مصر على تسهيل رحلتي بين معبر رفح والقاهرة المعبر مفتوح من الجانب المصري لكن إسرائيل هي من تعرقل عمليات الدخول إلى القطاع كما أشكر الأطباء المصريين الذين قاموا بعلاج عدد من المصابين الفلسطينيين في المستشفيات المصرية الأوضاع في قطاع غزة مروعة هناك عدد من الفلسطينيين الذين وصلوا إلى مصر بإصابات خطيرة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية طالبت إسرائيل بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع لكن ذلك لم يحدث نؤكد أن حياة الفلسطينيين مهمة وبعد زيارة إلى رفح نشدد على حاجة المدنيين في غزة للكثير من المساعدات على اختلاف أنواعها كما أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشاسكا البنيز أهمية التركيز خلال الفترة الراهنة على حماية المدنيين في قطاع غزة هذا وأشارت إلى ضرورة منع خطة إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم في مدينة رفح الفلسطينية الأهم خلال الفترة الراهنة هو التركيز على حماية المدنيين الفلسطينيين وليس على عملية السلام في بداية الحرب حذرنا من خطر استهداف إسرائيل للبنية التحتية في قطاع غزة وسعيها نحو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم لا مبرر لما يحدث للفلسطينيين والغرب يعمل على التحضير لإخلاء الفلسطينيين من أراضيهم في رفح الفلسطينية وهو أمر ينبغي منعه وإذا كانت هناك خطة للهجوم على رفح الفلسطينية وإخلاء الفلسطينيين فمن الطبيعي أن ترفض مصر ذلك هذا ويواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة بالإضافة لدخول شاحنات الوقود كما يواصل المعبر استقبال الجرح والمصابين لتلقي العلاق بالمستشفيات المصرية مئتي يوم مرت على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مدة طويلة لم تتوانى مصر لحظة خلالها عن دعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال هذه البوابة التي لم تغلق يوما واحدا فكان معبر رفح البري النافذة الإنسانية لإغاثة من تبق على قيد الحياة فهذه بوابة دخول شاحنات المساعدات حيث دخل من خلالها آلاف الشاحنات والأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية منذ الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي وبلغ حجم المساعدات المصرية منها أكثر من ثمانين بالمئة وتلك بوابة خروج المصابين والجرحة والتي كانت شاهدة أيضا على خروج آلاف المصابين لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية لتبقى هذه البوابة شاهدة على الملحمة المصرية تجاه الأشقاء الفلسطينيين وبعد مرور مئتا يوم على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تواصل مصر جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحة والمصابين بالإضافة لجهودها السياسية التي تسعى من خلالها لوقف إطلاق النار جهود تؤكد دعم مصر لقضية العرب الأولى دائما وأبدا حتى تعود الأرض لأصحابها محمود جميل التلفزيون المصري أكد حزب الله اللبناني أنه نفذ عدة عمليات استهداف وقصف لمواقع وثكانات عسكرية وتجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان وأوضح حزب الله أنه استهدف مقر عين مارغاليوت للمدفعية عبر المسيرات وموقع زبدين العسكري في مزارع شبع المحتلة فضلا عن قصف انتشار لجنود الاحتلال في محيط موقع الظهيرة بالأسلحة الصاروخية يأتي ذلك بعد غارات إسرائيلية استهدفت شاحنة للمحروقات قرب بعلبك في شرق لبنان بمنطقة بعيدة عن الحدود ما أسفر عن إصابة شخص بجروح أكدت قوات الحوثي أن نسبة تراجع السفن الأمريكية التي تمر في البحر الأحمر بلغ الثمانين في المئة مشترطة وقف العدوان على قطاع غزة وإنهاء الحصار المفروض لإنهاء هجماتها على السفن المارة في المنطقة وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن دويا فجار قد سمع مصحوبا بتصاعد للدخان على بعد 15 ميلا بحريا جنوب غربي اليمن يأتي ذلك في حين اعترضت سفينة يونانية طائرتين مسيرتين لقوات الحوثي في البحر الأحمر وأوضحت وزارة الدفاع اليونانية أن سفينة تشارك في المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر في غضون ذلك أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها دمرت أربع مسيرات فوق مناطق تسيطر عليها قوات الحوثي في اليمن موسيقى 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 اشتركوا في القناة نتيجة الحرب لكنه سيخلق المزيد من المشكلات لأوكرانيا نفسها وصرح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في هذا الصراع وأنهم يتبعون طراق طريقة زيادة نطاق تشغيل أنظمة الأسلحة التي يزودونها في الأثناء صرح مسؤول أمريكي وفقا لوكالة ريترز بأن الولايات المتحدة شحنت سرا في الأسابيع الأخيرة صواريخ طويلة مدى إلى أوكرانيا التي استخدمتها مرتين حتى الآن وأضاف أن الصواريخ استخدمت لأول مرة في السابع عشر من أبريل ضد مطار روسي في شبه جزيرة القرم على بعد نحو 165 كيلو مترا من الخطوط الأمامية الأوكرانية ترجمة نانسي قنقر نظمة مؤسسة حياة كريمة بالغربية حفلا لتقديم مساعدات إنسانية وتمكين اقتصادي وأجهزة عرائس وذلك على الأسر الأولى بالرعاية تضمن الحفل فقرة فنية وغنائية لرسم البهجة على وجوه الحضور وبخاصة الأطفال بهدف رسم البهجة والسرور على وجوه الأسر والعائلات الأولى بالرعاية نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية حفلا لتقديم مساعدات إنسانية وأجهزة عرائس وتمكين اقتصادي وذلك تزامنا مع احتفالات الدولة بعيد تحرير سينة الحقيقة احنا متوجدين النهاردة لسببين السبب الأول إن احنا نفرح أهالينا ونقدم لهم المساعدات علشان نوفر لهم فرص عمل تاني حاجة احنا جايين النهاردة كمان علشان نحتفل بمناسبة عيد تحرير سيناء احنا طبعا جايين للنهاردة علشان نفرح أهالينا معنا للنهاردة تسلم جهاز عرائس أجهزة كهربائية ومعنا تسلم برد ترسجلات عشان يبقى مصدر دخل الحالات الأولى بالرعاية الحفل تضمن فقرات فنية وغنائية وتنورة لرسم البهجة والسرور على وجوه الحاضرين وبخاصة الأطفال إلى جانب توزيع الأجهزة الكهربائية والترسجلات والكراسي المتحركة على المستحقين نهاردة هنلاقي أن احنا موجودين بتأجهزات عرائس بترسجلات تمكين اقتصادي بنفرح بوجود الناس معنا بنفرح أن احنا بنقدمهم مساعدة بس احنا موجودين كمتطوعين بالنظم المكان وبنساعدهم بنحاول نوفرهم أحسن صبو الراحة بنسلم النهاردة مجموعة من أجهزة العرائس أجهزة للعرائس ومجموعة من الترسجلات كانوا من أنواع التمكين الانصادي عندنا في حياة كريمة وكمان عندنا برضو كراسي متحركة برضو بنسلمها يأتي تطوير البنية التحتية وتوفير حياة كريمة للإنسان كأبرز المحاور التي تهتم بها مؤسسة حياة كريمة خلال فعلياتها المتواصلة في أنحاء الجمهورية كما أن حرصها الدائمة على الاستجابة لأي استغاسات إنسانية أو حالات مستحقة يتم رصدها عن طريق متطوعها يعد أحد أهم ما تقوم به لخدمة المواطن المصرية وتوفير الحياة الأساسية بالمناطق الأولى بالرعاية يبدأ اتبارا من غد الجمعة الموافق السادس والعشرين من أبريل العمل بالتوقيت الصيفي وذلك بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 والذي أقره مجلس النواب في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي وينص القرار على أنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة وبناء عليه يتم تقديم الساعة اعتبارا من منتصف الليلة بواقع 60 دقيقة لتصبح الواحدة صباحا بدلا من الثانية عشرة والآن ننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة أخبار المال والأعمال والجلوة الاقتصادية ومصطفى ميزار إليك مصطفى شكرا يوسف عبدين شكرا ليلة عم أهلا بكم مشاهدين الكرام في أولى محطاتنا في نشرة التاسع أخبار المال والأعمال في هذه النشرة في إطار الاستراتيجية العامة لزيادة الصادرات وخفض الواردات وتوفير مسلزمات الانتاج اللازمة للزرعة والصناعة خاصة الصناعات الدوائية والكيموية طلق وزير قطاع الأعمال العام محمود عسمة تقريرا حول مشروع إقامة مجمع صناعي متكامل لاستخراج الأملاح والمعادن من المحلول بشركة النص للملاحات التابعة للشركة القابدة للصناعات الكيموية واستعرض الوزير المشروع بمراحله المختلفة وخطوة تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يهدف للاستفادة من المحلول المر بإقامة مجمع صناعي لاستخراج الخامات عالية القيمة بطاقة انتاجية مستهدفة سنويا تشمل خامات العديد من الصناعات الكيموية والدوائية وغيرها وكذلك تطوير منطقة الملاحة في إطار خطة التنمية المستدامة التي تشهدها شبه جزيرة سيناء في أسواق البترولي العالمية انخفضت أسعار النفط خلال تعملات مع تراجع للطلب على الوقود في الولايات المتحدة أكبر المستهلك للنفط في العالم وسط علامات على طباط الاقتصاد ومخاوف من التساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط هبطت العقود الأجلة لخام برنتي بنسبة 32% ليصل إلى 88.81 دولار للبرميل كما انخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بما نسبته 53.100% لتصل إلى 82.92 دولار للبرميل هذا وقد تراجعت أيضاً أسعار المزودة عالمياً بنسبة 95.100% لتصل وتحقق ما قيمته 2.53 دولار للتر وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 54.100% لتسجل 1.64 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج مع تقييم المستثمرين لأحدث أرباح تعلن عنها الشركات بينما أثرت الصراعات الجيوسياسية في المنطقة على المعنوية هبط في هذا التوقيت المؤشر السعودي بنسبة 8.10% وفي برستي الإمارات ارتفع مؤشر دبي بـ 1.10% واستقر مؤشر أبو الظبي مائلاً قليلاً نحو الانخفاض ونزل المؤشر القطري 3.10% نمى الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول بأبطأ وطيرة له في نحو عامين مع تزايد العجز التجاري بسبب قفزة في الواردات لتلبية إنفاق استهلاكي لا يزال قوياً لكن تسارع التضخم عزز من الطاقعات بأن البنك المركزي الأمريكي لن يخفض من أسعار الفائدة قبل سبتمبر يعكس هذا التباطؤ النمو الذي أعلنته وزارة التجارة في لمحة عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول وتباطؤ في وطيرة تراقم المخزونات من قبل الشركات وتراجع الإنفاق الحكومي وقد نمى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الربع الأخير وطلق النمو دعماً إلى حد كبير من الإنفاق الاستهلاكي تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على غير المطاقع مما يشير إلى استمرار قوة أوضاع سوق العمل قالت وزارة العمل الأمريكية إن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة تراجع بوقع 5 ألاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية والذي بلغ 207 ألاف خلال الأسبوع الماضي كان خبراء اقتصاد قد استطلعت تريترز أراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد طلبات 215 ألف في الأسبوع الماضي شهدت حركة الطيران في فرنسا طرابات شديدة وسط إلغاء ألاف الرحلات الجوية هناك أعلنت الرابطة الرئيسية لشركات الطيران الأوروبية أعلنت إلغاء أكثر من ألفي رحلة جوية في أوروبا معظمها كان بنطاق وينطلق من فرنسا ويتوجه إليها فضلا عن وجود أكثر من ألف رحلة جوية أخرى قد تضطر إلى تحويل مسارها لتجنب المجال الجوي الفرنسي يأتي ذلك في الوقت الذي إعلنت فيه أكبر نقابة للمراقبين الجويين في فرنسا التراجع عن الإدرام الذي كان مقرر بعد اتفاقها في اللحظة الأخيرة مع المديرية العامة للطيران وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال ونعود للاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع يوسف عدين وليلة عمر شكرا لك مصطفى اختطمت فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثامنة بحضور عدد كبير من الجماهير وتم توزيع الجوائز للأعمال الفائزة الخاصة بالأفلام الطويلة والقصيرة ولمسابقة الفيلم المصري وجائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورو متوسطي وأفلام ذات أسر وأخيرا جائزة أفلام الورش ويأتي المهرجان تحت رعاية وزارتي الثقافة والسياحة والمجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان وهيئة تنشيط السياحة وعدد من الجهات المختلفة وبمشاركة 76 فيلما ضمن مختلف برامج المهرجان من أكثر من دولة حول العالم واختارت إدارة المهرجان دولة تونس كضيفة شرف المهرجان وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للسينما والصورة في تونس السعيدة جدا بمشاركتي في مهرجان أسوان للمرأة وهو مهرجان مهم جدا للنساء عموما في العالم العربي لأنه بيحفزهم أنه إنشروا ثقافتهم وبرضه بيشجعهم على أنه المرأة ممكن تلقى مكان في أي مجال يعني كاتبت ومخرجة الفيلم التسجيل الطويل 50 متر وهو في مراحل نهائية من المنتاج دلوقتي شغال عليه بقليه تقريبا أربع سنين وكنت قدمت على الجائزة التي تخصها سفارة أمريكية بالتعاون مع مهرجان أسوان لسينما المرأة والحقيقة كنت محزوزة أن أنا الأول أبقى في الشورتليست وبعد الانتفيو كمان يتم اختياري ضمن مجموعة من صناعات الأفلام المميزات والحقيقة هنبقى محزوزين أكتر لما هنحصل على الجائزة الخاصة بالسفة لمدة أسبوع في ولاية كاليفونيا في أمريكا أنا بتسلم الجائزة نيابة عن كاثر بنهنية لفيلم بنات ألفا فأنا فرحانة أنه كاثر وفيلمها نشحين واخذين الجوائز والجائزة ما بألف مبروك لكاثر وألف مبروك لتونس المسابقة الأولى كانت مسابقة أفلام الورش اللي هي فاس فيها فيلم تايش انت والمسابقة الثانية ما حلفناش الحظ بس الحمد لله يعني الزات أثر أنا مبسوطة جدا جدا أن الفيلم اللي أنا اشتركت فيه فيلم العجل أنا هو كسب في ورش المهرجان والآن مع آخر أخبار الكرة والملاعب مرة أخرى مصطفى ميزار في انتظاركم وطائفة من آخر أخبار رياضة إليكم مصطفى شكرا ليلى عمر شكرا ليوسف عبدالي أهلا بكم مشاهدين الكرام في محطتنا الثانية نستعرض فيها عالم الساحرة المستديرة محليا وعالميا شدد السويسري مارسل كولر المدير الفنيل فريق الأول لكرة القدم بالناد الأهلي على جهازية الفريق للمباراة العودة أمام مازنبي الكنغولي والمقرر لها مساء غدا الجمعة على استاد القهرة الدولي في إياب الدور النصف النهائي لدور أبطال أفريقيا شدد كولر على خطورة نتيجة التعادل السلبي في كرة القدم خلال مواجهة الذهاب وأوضح أن تسجيل المنافس هدفا قد يزيد من صعوبة المباراة وهو ما يتطلب تركيزا شديدا من اللاعبين واستغلال الفرص المتاحة كان الأهلي قد تعادل سلبيا في لقاء الذهاب موسيقى 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 عملنا نتيجة كويسة في الماتش الأولاني لكن هي برضو نتيجة مش على أرض الواقع نتيجة صعبة لو دخل فينا جونا أو أي حاجة فهذا يبقى موضوعها يبقى صعب علينا فإحنا كل تركيزنا إن إحنا على قد ما نقدر نلعب بروحنا اللي إحنا عارفينها كمجموعة كلادعيبة مع بعض وإن شاء الله ربنا نحظ معنا ونقدر نكسب بإذن الله ونصعد نهاية إن شاء الله نتمنى طبعا هم يكونوا موجودين بأكبر عدد ممكن الماتش اللي جاي لأن ده أعتقد من أهم ماتشات الموسم أنك لازم الجوري موجود عشان تعرف تأخذ الحماس والدفع أنك تكون موجود في النهاية إن شاء الله موسيقى وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بناد الزمالك إلى مدينة كماس الغانية استعدادا لخوض مباراة دريمز الغانية في إياب الدور النصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية والمقرر لها في السابع عام مساء يوم الأحد القادم باستاذة بابا يار الرياضي موسيقى 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 تأهلت كوكو جوف إلى الدور الثالث من بطولة مدين المفتوحة للتنس بفوز صاحقاً على الهولندية رانتيس كاروس بواقع ستة صفر وستة صفرة وحتاجت الأمريكية المصنفة الثالثة للبطولة إلى واحد وخمسين دقيقة لتقبل أول فوز لها في البطولة وتواجه في الدور القادم الأوكرانية ديانا باسترياسكا المصنفة رقم واحد وثلاثين موسيقى موسيقى في بطولة مدريد المفتوحة للتنس أهل السربي موامر كيميكانو فيتش لمواجهة المصنفة الخامسة نيرويجية كاسبر رود في الدور الثاني من البطولة بعد فوزه بسهولة بنتيجة 6-3 و 6-2 على الصينية تشان تشانج في العاصمة الأسبانية وفاز كيميكانو فيتش باللقب الوحيد في بطولات اتحاد لاعب التنس للمحترفين حتى الآن على الملاعب الرملية في بطولة النمسا المفتوحة في كاتس بوهيل عام 2020 اشتركوا في القناة انتهت هذه الجولة مشاهدي الكرام في أخبار الكرة والملاعب محليين وعالمين عندما تبقى من أخبار مع يوسف وليلة شكرا لك مصطفى ضربت أمطار غزيرة ورياح تقترب من قوة الأعصار جنوب الصين مما أدى إلى إخلاء بلدة بأكملها يسكنها أكثر من 1700 شخص في إقليم جوانجدونغ وأكدت السلطات الصينية أن حافلة وطائرة هليكوبتر نقلت جميع سكان بلدة جوانجدونغ في منطقة شاقوان إلى بر الأمان مع وصول فايضانات جديدة للمدينة هذا وتسببت الأمطار والعواصف الأخيرة والناجمة عن ظاهرات النينيو المناخية في وقوع انهيارات طينية خطيرة بالمدينة وغمرت المنازل ودمرت الجسور والآن ننتقل إلى وقفة أخيرة وآخر أخبار التقس نعود فيها مرة أخرى وأخيرة إلى مصطفى ميزار شكراً يوسف من جديد شكراً ليلة أهلاً بكم مشاهد الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة نستعرض في أحوال التقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً بإذن الله يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً الجمعة تقس شديد الحرارة نهاراً على الكافة الإنحاء فيما يسود ليلاً تقس ماء للحرارة على أغلب الإنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأترب على مناطق من غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وعلى فترات متقطعة وفيما يلي مشاهدين الكرام بيانهم بدرجات الحارة المتوقعة غداً على محافظة ومدنة الجمهورية نبدأها من محافظة القاهرة فيها درجة الحرارة العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة والجو فيها معتدل في الأسكندرية 23-16 والجو فيها حار في مطروح 21-14 معتدل في بورسعيد 25-20 مائل للحرارة وفي الأسماعيلية 30-18 شديد الحرارة في محافظة السويس 28 درجة والصغرى 18 درجة والجو فيها مائل للحرارة في العريش 24-16 الجو فيها معتدل في طابة 36-20 الجو فيها حار في شرم الشيخ 36-25 شديد الحرارة في الغردقة 34-22 والجو فيها حار وفي الأكسر 38-24 والجو شديد الحرارة في أسوان 39-25 شديد الحرارة في الواد الجديد 36-23 شديد الحرارة في 32-32 الجو فيها حار وأخيرا في حلايب درجة الحرارة 28 والصغرى 24 والجو فيها حار والآن مشاهدين الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 مع تواصل البحث عن جثامين الشهداء في المقابر الجماعية الدفاع المدني بغزة يعلن انتشال 392 جثة من مجمع ناصر الطبي مع استمرار المعارك في قطع غزة قوات الاحتلال تسحب لواء نحن من موقعه بوسط القطاع وتزعم ان لواءين اخرين سيحلاني محله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة